السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم على هذا الخبر الذي يتحدث عن سبب وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز الدفليقة وكانت العديد من الواقع والصحفة المصرية والعربية كتبت اليوم عن خبر وفاة الرئيس الراحل الجزائري السابق عبد العزيز الدفليقة عن عمر ناهزاً 84 عاماً وكانت تلفزيون الجزائري كان أعلن منذ قليل عن وفاة الرئيس الجزائري السابق ويعد الرئيس الجزائري الراحل هو الرئيس السابع للجزائر منذ استقلاله عن فرنسا سنة 1962 كان يوصف بأنه رجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عشر سنوات من الحرب الاهلية الذي حصلت أن يقل 150 ألف شخص بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة والعديد من المواقع منها موقع العربية التليفزيون القناة العربية العربية المعروفة كتبت تقول غيب الموت ليلة جمعة رئيس الجزائري عبد العزيز بطفليق الذي أمضى قرابة العشرين عاما في السلطة وحفلت حياته بالكثير من الأحداث إلى أن أجبرته احتجاجات شعبية عام 2019 على الترحية عن السلطة ولد بطفليق عيوم 2 مارس عام 1937 من أبو أم جزائريين في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها إلى أنها دراسته السنوية وفي عام 1956 تخلى عن الدراسة ليلتحق في سن 19 بجيش تحرير الوطني حيث خدم في الولاية التاريخية الخامسة من منطقة وهران وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية المالية وفي سنة 1961 كلف بمهمة سرية أوفض قائد أركان جيش التحرير الوطني أن ذاك هواري بمدنين في مهمة سرية إلى قلعة أولونو حيث كان يقضع قادة الصورة الخمسة تاريخيون المسجونين لإقناع أحدهم بالانضباب لمعسكر بومدين في صراعه ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة بقادة يوسف ابن خداء لكن المقترح قبل بالرفض القاطع من قبل محمد بوضياف والقبول التام من طرف أحمد نبلا بعد استقلال الجزائر في عام 1962 تخلى بتفليقة عن مصار العسكري برد بطراد وانضم إلى حكومة ابن بيلا بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة في سن الخامسة والعشرين من عمره وبعد بضعة أشرعين وزيرة للشيون الخارجية في سن السادسة والعشرين من عمره وفي 18 ينوار في 1965 قرر ابن بيلا إقالاته من نزارة الخارجية وفي اليوم التالي حدث الإنقلاب العسكري الذين فزوا وزير الدفاع عن ذاك هواري بومدين فيما بات يعرفوا بالتصحيح الصوري وعاد ابو تفليقة لمنصوب الذي لم يفارق إلا بعد 14 عاما وبعد وفاة هواري بومدين سنة 1978 وتولي الشجر بن جديد رئاسة الجمهورية بدأت متاع ابو تفليقة مع الحكم في الجزائر حيث سحبت سحبة من وحقيبة الخارجية في سنة 1979 وعين وزير للدولة دون حقيبة في سنة 1981 طرد من اللجنة المركزية لحزب جابة التحليل الوطني كما طرد هو عائلته من الفيلا التابعة للدولة التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية وفي نفس السنة غادر عبدالعز ابو تفليقة الجزائر ولم يعود إليها إلا بعد ست سنوات في 8 أغسط سنة 1983 أصدر مجلس المحاسبة حكما يدين بو تفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها 60 مليون دينار جزائري أنزاك وبعد ست سنوات قضاها بين عواصم أوروبية ودول الخليج عاد إلى جزائر سنة 1987 بضمانات من الرئيس الشازد بن جديد بعد مرحقته وشارك في المطمر السادس جابة التحليل الوطني سنة 1989 وانتخب عدوا في لجنة المركزية ومع حال الأزمة الجزائرية بداية التسعينات ودخول الجزائر في مباتة بيعرف بالعشرية السوداء استقال جليس الشازد بن جديد وعوضة رأس الجمهورية بهيئة موقعة سمية المجلس الأعلى للدولة ترأسها محمد بوضياف في نفس السنة اقترح بوطفليكا سنة 1990 منصب وزير المستشار لدى المجلس الأعلى للدولة سم منصب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة لكنه رفض العرضين كما رفض عرضاً آخر سنة 1994 بتولي منصب رئيس الدولة عام 1999 تقدم بوضفليكا مرشحاً مستقر للانتخابات الرئيسية إسر استقالة الرئيس اليمين ذوال ذروال وفاز فيها بعد انسحاب جميع المنافسين بسبب تهم بالتزوير وتعهد بأنها بنهاء العنف الذي اندلع إسر الغاء النتاج للانتخابات البرمينة سنة 1999 وفي بريل سنة 2004 فاز بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شارسة وهاجها خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس وحصل بوضفليكا على تمنى 94% من 10% من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6% من الأصوات ثم عيد انتخابه لولاية ثالثة في إبريل 2009 أغلبية 90% بعد تعديد دستوري عام 2008 ألغى حصر رئاسة في ولتين فقط ما لقى انتقادة وساء وعتبره معارضه مؤشرا عن نيات البقاريسا مدى الحياة وعلى ترجوع عن الإصلاح الديمقراطي لكن متاع بطفلقة صحية بدأت في عام 2005 عندما تعرض اللوعة كصحية نقل على إسرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي فالدو حيث مكس شهرا وخمسة أيام أجر خلال عملية جراحية تتعلق بقرحة معادية وفي 27 من إبريل عام 2013 أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دباغية نقل على إسرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه وبقى إلى يوم عودته إلى جزائر في 16 يوليو عام 2013 على كورسي متحردك بعد عودته شكك كسيرون في قدرته على ممارس السلاحيات وكريس الدولة وقاد أعلى قطب بسلاحها رغم ذلك ترشح بوتو فريقا لولئة رئيسة رابعة عام 2014 وفاز بها بنسبة 1-8% من الأصوات بعد حمل انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة والسلو في حزب جبهة تحرير وطني وفي فبار 2016 صادق البرلمان الجزائري على تعديد دستوري آخر عادة في بوتو فريقا إلى تحديد رئاس الجمهورية في الولاياتين على الأكثر فتعالت أصوات الأحزاب الدعمة له خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للترشح لولاية خامسة في انتخابات الفيلم السعطاشر إلى أن اندلاع الحراك الشعبي شهر في برير الفيلم السعطاشر أفشل العهدى الخامسة لبوتو فريقا ودفعه إلى الاستقرار المنصوب في شهر برير الفيلم السعطاشر ومنذ ذلك الوقت لم يظهر إلى رئي العام حتى أعلنت الرئاس الجزائرية فجر السبت 18 سبتمبر أعلان وفاته رحمه الله غفرنا وأسكنه فسيح جنات